دعي خليني أسألك التشكيلة الأساسية يعني النهاردة تقدر تقول في تشكيلة منتخب مصر فيه 15 اسم 18 اسم يعني ممكن يكون هم القوامل الأساسي يزيد عليهم يقل عنهم بس هم دول تقدر تقول اللي هتراهنا عليهم في مشوارة وصول للكاس العالم هل شايف أنه عندهم إمكانية أنه يوصلوا بينا للكاس العالم ولا ده مرتبط بعامل تانية منها مثلا على سبيل المثال اسم المنتخب اللي هنقابله في مارس اللي جاي هم عندهم إمكانيات خلي بالك المنتخب المصري ها يعدهم كايت بصرف النظر عن اسم المنافق ولا ده مرتبط بإن إحنا نقابل منتخب يسهل لنا المشوارة لا الاتنين اولا الفريق منتخب مصر لازم تعرف أن مصر لما بتتحط في بطولة فهي من مرشحين يعني أنت بتيجي تتكلم في كاس العالم مثلا لما بتيجي تحط البرازيل لما بتيجي تحط ألمانيا فيه فرق رايحة زي هنا في إفريقيا مصر تونس المغرب الجزائر كاميرون نيجيريا فيه سبع تمن وتقريبا فيه ستة منهم وصلوا والتلاتة والأربعة تنين هيوصلوا لهما مهما كان مستوى لعبتهم ومستوى برضو بيبقوا من المرشحين صحيح فيه عوامل بقى أخرى جنب الموضوع ده لكن أساسا أنت بتاريخك بإمكانياتك بتراكم الخبرات اللي عند اللعبة كل ده موجود أنت فترات سابقة كان المنتخب بتاعك قال كتير بعد جيل الزهبي اللي هو بتاع أبو تريكا وبركاته وإعماده وعمر الزاكي والمجموعة دي لهم مخدوا ثلاث دورات وحظوهم وحش أنه مورحونش كاس عالي انت هبطت كتير لأنه فيهم كتير يعتزلوا في وقت واحد أو بسرعة وراء بعد في خلال سنتين ثلاثة كلهم كانوا تقريبا خلصوا فانت تهزد كتير قوي أنا شايف أن المنتخب ابتدى يرجع شوية بالعناصر اللي بقت فيها يعني إيه ابتدت المراكز تتملي بعض المراكز لسه لكن في أماكن متطمن انت فيها يعني حراسة المرمة عندكش مشكلة فيها خالص الشناوي وابو جبل وغيرهم حتى لبعديهم خلاص يعني عندكش قلق عندك تقلي في المكان ده ما تيجي الخط الأمامي لما تتكلم على صلاح لما تتكلم على شريف لما تتكلم على مصطفى محمد لما تتكلم على حتى مرموش رغم أنه لعب ماتشين بس ليبيا صحيح ومش حكم نهاية عليك لكنه لعب كويس وواعد وعندك ترزيجي وعندك رمضان صبح وترزيجي وزيزو عندك برضو الخط الأمامي مكتمل ما تدارش تقول كان فيه فترات سابقة انت مش لاقي رأس حربة تلعب به منتخب مصطفى عالي سنتين ثلاثة قاعد يتخبط مش لاقي حد يلعب به نص الملعب لحد كبير برضو في عناصر تجمع بين الخبرة والشباب زي حمد السلية طارق نيني أفشة وغيرهم يعني كتير هي شوية فيه مشكلة شوية فيه حتى الآن في الباكين والسردباك مش مليانين بالدرجة يعني هم كويسين ولعبه هيلين سواء ناحية الجنب اليمين أو الجنب الشمال ولكن لسه ما وصلتش لمرحلة انك انت متطمب بنسبة 100% تفكرون على أربعة بتوع خط الظهر لا عمتا خط الظهر عمتا لسه وتنظيمة الدفاع حتى بنت قول ماتش اللي فات لو فيه عناصر ما لعبتش هيبقى فيه مشاكل هيبقى فيه مشاكل كبيرة انت متوقع مكرا فيه مشاكل تظهر في ماتش الجابون انت وصلت فنفسية اللعيبة انت مش مضغوط تحت النقطة فالفرق يعني الموضوع كان يختلف قوي وانت بتلعب وانت واصل خلاص فاللعيب بيبقى مرتاح نفسيا فممكن لكن لو انت محطوط تحت ضغط انك انت لو اتغلبت زي لوقتي بوركينا بس والجزاير ما يجي نتكلم عن الجزاير رغم ان الجزاير واخد أمم أوروبا أمم أفريقيا الأخيرة ومصنف رابع في الترتيب الأفريقي ومن أحسن المنتخبات دلوقتي مهدد حتى الآن جزائر ونيجيريا وتونس انا جبت مثل المنتخب الجزائري واحد من كود ديفورو في فرق كتير قوي هو بيلعب بوركينا فاس وهو وصل خلاص وفي فرق انه عنده احتمال رغم انه بيلعب في الجزائر بس فيه نسبة احتمال ان شاء الله 10% انه ممكن يخرج بس انا عايز اقف مع نفس الوطة الحاجة بتتكلم عليها المراكز والعيبة والخبرة وانه جيل الصغير صلاح اللي كان في يوم الاهم صغير واتجازي اللي كان صغير وانني اللي كان صغير احنا بنتكلم على عيبة كبيرة النهاردة واصحاب خبرة ومشوار وتقل يعني الناس حاسها كابتن قسامة انه فرديا منتخب مصر تقيل قوي العناصر اللي فيه محترمة جدا جدا جماعيا مفيش ترجمة للتقل ده مع اي جهاز فني انا مش بكلم بس عن ميسر كيروش ولا على كابتن حسام انا بتكلم على خمس ست اجهزة تولوا مسؤولية المنتخب مش قادر المنتخب يدوب الاسماء دي والامكانيات دي ويرجع الشخصية مرة تانية مظبوط انت كلامك مظبوط بس فيه حاجة انا قلتلك بعد الجيل الكبير اللي هو بتاع 2010 نهايته ولعبه مثلا سنة بعدية ولا حاجة حصل هبوط حتى مش بس جماعيا ما هو جماعيا بيجي من امكانيات فردية الاول الامكانيات الفردية بتاعت اللعبة اللي كانت موجودة ما كانش تسمح بمنتخب تقيل قوي زي ما انت قلت كان لسه صلاح صغير لسه حاجازي صغير لسه النين صغير لسه التريزيجي كانوا ورمضان والمجموعة دي كانوا لسه منتخب لسه بيبتدوا انت دلوقتي ابتدى التكوين يبقى فيه يعني فيه بقت المجموعة الاولانية بقت عندها خبرات كبيرة زي صلاح حاجازي والمجموعة دي مجموعة تريزيجي ورمضان ودولت خدوا خبرات مع المنتخب الالومبي ودخلوا اخيرا المجموعة الاخيرة اللي هي دخلت اللي هي اكرم توفيق وابو الفتوح اللي هو الجيل فانت عندك فعلا عناصر بس لسه جماعيا حتى الان ما وصلتش زي ما انت بتقول للنقطة اللي انت تقول انا متطمن ان عندي فريق قوي جدا انا عندي فرقة محترمة لكن لسه ما وصلتش للتقل الكبير انك انت تبقى قاعد وانت متطمن انك انت كسبات